هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو وبهذه المناسبة قام التحالف بالضخي 625 مليون جنيه لإطلاق مبادرة اجتماعية جديدة ضمن وصل الخير يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم المواطنين الأكثر احتياجا وسعيا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأطحاء المبارك على أن تستمر خطة الحماية الاجتماعية وصل الخير 2 حتى نهاية عام 2022